اشتركوا في القناة تنويه تاني بطبيعة الحال انا ما شفت كل افلام 2016 هادي اشهر الافلام هادي اكتر الافلام اللي الناس اتكلموا عنها فاذا شفت انه في افلام تستحق انها تكون من افضل افلام 2016 وما شفتها ياريت تقول لتحد تنويه اخير احنا ما هنراجع الفيلم هنا ولا هنحرق عليك اي شي في الفيلم هنذكر جزء بسيط من قصة الفيلم تحمسك انك تشوفه اتفقنا عن نقاط يلا نبدأ في المرتبة العاشرة فيلم هيل اور هاي ووتر لو قريت عن الفيلم هتحسب انه فيلم سرقة بنوك وكله اكشن ودراما وسرعة الفيلم بعيد كل البعدة لنوعية الافلام دي في الاخر هتوصل رسالة انه جالب الاقتصادي في امريكا وصل الناس كتير لمرحلة اليأس انهم يعملوا اي حاجة عشان يوفروا حياة كريمة لأهليهم في المرتبة التاسعة فيلم ديتبول فيلم رهيب جدا بغض نظر عنه فيلم سوبر هيرو ولا على القصة والاحداث اليه جدا متوقعة لكن شخصية رايل رينولز الي بقدمنا لديدبول قدمها بطريقة جدا حلوة قدم الجانب الحماسي والجانب المضحك فيلم حيموتك ضحك واكيد حتشوفه مرة واثنين وثلاثة وبالتأكيد مستنين الاجزاء الجاية في المرتبة الثامنة فيلم ديب ووتر هورازن فيلم مبني على احداث حقيقية من نوعية الافلام اللي بعد ما تخلصها الموفي هتروح تدور وتخش الانترنت وتخش جوجل تبتعرف هل فعلا صار حاجة زي كده ولا لا ضروري تشوفه في المرتبة السابعة فيلم زوتوبيا افضل فيلم أنيميشن نزل في 2016 وكعادة افلام ديزني تنفع للصغار وتنفع للكبار لو عندك اطفال او حتى اخوان صغار ضروري تجمعهم وتشوف الفيلم معهم الرسائل اللي في الفيلم جدا حلو فيلم مرتبة السادسة فيلم مي بيفور يو بحكم اني من محبين الافلام الرومانسية وقل رواية جدا كتير ده الفيلم ده قررت الرواية سنة 2012 وكنت متخوف جدا انها تصير فيلم سينمائي بحكم انه عادة ان الافلام بتعدم الروايات على عكس توقعاتي الفيلم قدر يوصل الرواية بشكل جدا كبير فيلم جدا حلو جاهز لما نديل جنبك لو عندك قلب اكيد حتدمع المرتبة الخامسة فيلم سيفل وور لو جاي على بالك انه الفيلم عبارة عن شلة سوبر هيروس بيتضاربوا فانت حتكون غلطان تماما مارفل ومن سنة 2009 الى الان قدر انهم يقدموا خلطة جدا حلوة لكل الابطال حقونهم حتلاقيهم يتعلق في كل الشخصيات وانما يجمعوا فيلم زيدة حتطلع تحفة فنية جدا حلوة المرتبة الرابعة فيلم سولي توم هانكس في 2016 قدم ثلاثة افلام هذا افضلهم وكعادة توم هانكس قدر يقدم دور درامي عميق جدا فيلم جدا جميل من اجمل افلام توم هانكس الحوارية المرتبة الثالثة فيلم اللايد الحلو في الموضوع انه الفيلم ده اصلا دخلته من غير نفس لا البوستر عجبني وما كان في غير وقتها في السينما لكن لما اندخلت لقيت نفسي من بداية الفيلم لاخر الفيلم وانا على حافة الكرسي تمثيل جدا حلو القصة جدا جميلة قدموا الحرب العالمية بطريقة مختلفة تماما فيها طابع رومانسي ودرامي جميل المرتبة الثانية فيلم هاكسو رايد اخيرا وبعد غياب طويل يرجع من القبس المرة تانية للاخراج للاسف ما هاقدر ادي تفاصيل اكتر على القصة لاني ممكن احرينك اياه لكن ضروري تشوف الفيلم في المرتبة الاولى فيلم أرايفل الفيلم ده من كتر عدد الاشخاص اللي قالولي ضروري تشوف الفيلم وانه احلى فيلم في 2016 صراحة دخلت اشوف الفيلم وانا في باني اطلع فيه اي غلطة للاسف ما قدرت اطلع اي غلطة الفيلم بقدم لك جانب ثقافي جدا حلو يوضح لك كيف انه اللغة هي اساس التخاطب بين شعوب بين ثقافات وحتى بين مخلوقات مختلفة التمثيل في فيلم كان جدا مجنون خصوصا تمثيل ايمي ادمس اللي شخصيا اشوف انها الوحيدة اللي تستاهل تاخد اوسكار في 2016 اجمل فيلم في 2016 بلا منازع واذا شفت فيلم احلى منه يريد تقولي ضروري انه ينشاف اوكي بعد ما خلصنا العشرة الافلام اللي بالنسبة لي تعتبر افضل عشرة افلام في 2016 لازم صراحة اقول انه فيه فيلمين انا ما شفتها واتوقع اني لو شفتها هتكون جزء من العشرة الافلام هذي الافلام هي فيلم لالا لاند لرايان جوزلينج وفيلم فمس لدينزل واشنطر اللي يبغي يهرف اكتر عن الافلام اللي ذكرناها في الحلقة ويشوف عنها مراجعة مطولة ممكن تروح على انستجرامي هتلاقي كل الافلام بمراجعة اكبر وزي ما استعرضنا افضل افلام 2016 باذن الله الحلقة الجاية هتكون عن افضل مسلسلات 2016 وصلنا نهاية الحلقة اعمل لايك سبسكرايب وانشروا حلقة اذا عجبتك وبالتأكيد ابغى التعليقات ابغى اعرف اش اللي عجبك اش اللي ما عجبك والاهم ايش في افلام انا ما ذكرتها انت كن شايف ان تستاهل تكون في القائمة نشوفكم على خير